رحمن الرحيم الله نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ازايكم حبيبكم تابعين حوا عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال بامر الله النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو تكميلي اللي هو تزيين الكيكة الاسفنجية اللي احنا عملناها مع بعضة قبل كده طبعا الفيديو دوت كان طويل جدا كان عبارة عن فيديو الكيكة وفيديو الكريمة اللي انا نزلته لكم قبل كده وطبعا جزئية التزيين فالفيديو كان طويل جدا ما كانش ينفع ابدا ان انا نزله كله دفعة واحدة فاضطريت ان انا اجزقه على تلات اجزاء تمام فعملت اول حاجة جزئية الكريمة وبعد كده عملت الجزئية بتاعت نزلت الكيكة طبعا وازاي عملناها ودلوقتي طبعا كله طبعا بيعرف زين والتزيين دوت بيبقى تبع ايه تبع زوقك بقى انت عايزة تعملي ايه وعايزة تزيني ازاي والشكل اللي انت عايزاه بس انا برضو بديكي فكرة يعني وبقولك ازا كان في حشوة في حاجة ممكن تعمليها كده وخاصة كمان ان انا الكريمة ديت اللي انا عملتها معاكم كريمة مختلفة بصراحة ما عملناش بيها قبل كده ولا زيننا بيها الكيكات بتاعتنا تمام اه طبعا اول حاجة الكيكة بصوا زي هنا كده اي كسر منك في الكيكة بتاعتك ما تقلقش منه خالص لان ده هيداوى معاك كله بالكريمة بعد كده فما فيش مشاكل يعني حتى لو كانت اتشرخت مني وانا برفعها عادي مش مشكلة ولا هيقصر معينا بس الكيكة بتاعتنا جميلة جدا وبسيطة وسهلة لاي حد مبتدئ لسه ما عملش كيكة اسفنجية هيعمل الكيكة ديت بكل سهولة بدي ايه العادي الموجود عندك في البيت من غير ما تفصل البيض والصفار كل ما فيها معلقة محسن جيل هتديك الفون بقى وتعليلك الكيكة كده وتخليها جميلة جدا جدا معاك وطرية والله اه دلوقتي بقى ايه مرحلة الكريمة بتاعتنا الكريمة ديت انا عملتها معاكم ونزلتها او عملتها ونزلتها لكم علشان الكل يستفد بيها يا جماعة كريمة اقتصادية جدا وجميلة اه والله لذيذة جدا جدا عن تجربة يعني انا بقولكوش الكلام ده ودغل بعد ما جربتها تمام كده فهي سهلة وبسيطة وممكن تعمليها في البيت سهلة وبسيطة تمام كده يعني ممكن انك انت تعمليها كمان لحلويات رمضان هتبقى خطيرة بس انا لما جيت اعمل بقى بيها الكيكا عملت ايه اديتها ربع اه كباية تاني من الكريم شنطي ليه علشان انا عايزها اجلس بيها الكيكا من برا فعايزها تبقى متناسكة اكتر بس هي كريمة اقتصادية وجميلة جدا جدا صدقيني اه يعني مش عارفة مهما اعودة وصفلك في الكريمة دي مش هتعرفي قيمتها الا لما تجربيها زي وتقتنعي بالكلام اللي انا بقولك بيه فصدقيني ارجع الفيديو وتفرجي على الخطوات بتاعته خطوات طويلة وانا كان اهم حاجة عندي اه جزئية بتاعت الكريمة ديت عشان اورديكي انا عملتها ازاي وكل تفصيلة فيها بصوا شايفين التماسك انا باورديكي كده التماسك بعد ما حطت لها ربع كريم شنطي تاني بقت خطيرة وجميلة جدا وداتني كوباية كريم شنطي واحدة اداتني الكمية اللي انتوا شايفينها دي ضعفت معي الكمية مع طبعا ايه الكريمة التانية اللي انا عملتها اللي شايف الفيديو هيعرف انا بتكلم عليه يلا بقى بينا نزين الترطة بتاعتنا بصوا يلا بقى كده ايه انا طلعت الكريمة بتاعتي من التلاجة وحطيت كده على اه على ورقة اه الترط ديت اللي هي القعدة بتاعت الترط تمام ومعايا هنا دوت اللي هنسقي بيه الكيكة بتاعتنا انا حط فيها اه عصير انانيس تمام ممكن تسقي مسلا بزي ما عملنا قبل كده مع بعض اللي هو السيرب العادي ده كده عصير انانيس اهو مش عارف عط شو هيبان ولا لأ اهو عصير انانيس تمام ما عايزة عصير برطقان عايزة اصير ابعادي الشربات بتاع الكنافة والحلويات العادي مفيش مشاكل تمام هابدأ بقى ايه هسقسق كده ايه الترطية بتاعتي عشان بيديني طراوة للكيكاية حلوة جدا خلاص بالشكل دوت هي كده كده الترطية بتاعتنا طرية ومش محتاجة وهعمل ايه دلوقتي هاخد الكريمة بتاعتي اهو كده انا ما سبتهاش كتير على فكرة يعني في التلاجة عشان كده هي لسه ما تنسكتش لاحظوا ان هي فيها جيلاتين يعني لما نخلص الترطية بتاعتنا وانسيبها اه هتاخد طبقة سميكة جدا وهتسمك معنا يعني هتاخد صمك كويس ومعقول هنزل بقى ايه كده هزبط كده القعدة بتاعتي طبعا مش مهم التسوية لان احنا هنحطه في ايها طبقة تاني سكرابر بقى مش سكرابر اه بالاسباتيولة زي ما هي كده وتزبطيها برضو مش مش مشاكل عادي المهم في الاخر اللي هي ايه اخر طبقة بتاعتنا اللي بنجلس بيها الكيكاية بس مهم ان كنت برضو ايه تزبطي يعني المسافة يعني ان هي تعمليها كلها مش يبقى حتة عالية او حتة واطية او حتة مرتفعة او حتة منخفضة لأ لازم تساوي كله يبقى كلها ايه في سوا ويا بالشكل ده وهحط تاني كده اهو المحاجة التسوية بالشكل ده خلاص الحوف طبعا هتيجي عليها ايه الكريمات بتاعتنا بعد كده واحنا بنزينها كلها مع بعض تمام مضبطة كده يا بنات ولا في حتة عالية او حتة ايه واطية ولا ايه بالضغط قلول مش هورولي طيب مش تتكلم مش هيور كده مضبطة ماشي تامي هعمل ايه بقى هرفع الطبقة التانية بتاعتي الاول هعمل لها ايه هسقسقها برضو بقى اهي بصوا معايا اهي كده بس اقسقها بالشرباط برضو مش كتير بقى تمام عشان لسه هحط عليها تاني من فوق قبل ما حط الكريمة بس عشان برضو ايه التطعيمة وتديني طعم كمان جميل للايه الكيكة بتاعتي بسم الله وهروح رفعها على الكريمة بصوا بعد ما نقلت ايه الطبقة التانية على طبقة الكريمة زي ما انتم شايفين كده طبعا لو حبة تشيل الوش ده مش حبة مش مشكلة بس انا شايف ان هو طري مش ناشف معي لو هو ناشف او بيتقشر انا كنت هشيله لكن هو ايه طبقة طريية كويسة جدا يعني هبدأ برضو اديها كده ايه كده خفيفة برضو تمام من فوق وهنزل بعد كده بطبقة الكريمة التانية وهكمل بقية الطبقات لغاية التجليس النهائي والتزيين هشوفوا معاكم ان شاء الله بس هكمل دولة بقى عشان كفاية الفيديو كده ايه سرح مننا عليه بصوا بعد ما خلصنا الطبقة ديت انا آآ جاتني فكرة ان انا اعمل ايه انا عندي نوتيلا في التلاجة تمام فقولت هحط حشوة نوتيلا في النص كده ديها برضو ايه تطعيمة فهي انا قلت هحطها معاكم اهي وبعد كده ممكن ايه افردها بقى تمام عليها كده من فوق اهي اراز كده بالشكل ده وهجيب بقى ايه سكينة كده صغيرة افردها بيها وهحط الطبقة التالتة اوريكو طيب دلوقتي انبصوا كده اهي انبصوا انا مشيتها بس كده ايه بالاسباتيولة خفيف خفيف كده هوت عشان ما تمتزجش جامد معا الكريمة هبدأ بقى دلوقتي برضو هحط الطبقة التالتة ونجلس الوش بقى والطرطية بتاعتنا من برا كلها مع بعض اه هنزل بالطبقة التالتة وارجع لكم بصوا كده انا عملت ايه بعد ما جلسنا الطرطية مع بعض دوت هنا دوت جناش شوكولاتة تمام انا ما عملتش معاكم جناش الشوكولاتة بعد كده اه بس ما كانش في فرصة في الفيديو برضو ان انا اعمله ان شاء الله هنعمله مع بعض في فيديو الوحدي بامر الله ودي طبعا نفس الكريمة بتاعتنا هي هي بس انا حطيت عليها معلقة من النوتيلا نوتيلا هي عندي انا عاملها في البيت تمام حطيت عليها معلقة من النوتيلا قدتنا الشوكولاتة اللي هي الكريمة وبالبلبلة هي دي زي ما انتم شايفينها كده وبمشي وردات بس كده هقسم الطرطية بتاعتنا عشان الايه التزيين اللي احنا هنعمله. خلنا نجي كده من هنا اهو بص ايه. وردات كده ايه? صحبيها صغيرة على طول ما تخليهاش تنزل ايه مليانة منك. اهي. كده بالشكل ده. تمام كده اهو. هخلص بقى بقيتها بالشكل دوت وبعد كده هنكمل برضو التزيين الايه? النهائي التاني مع بعض. بصو بقى هنبدأ نزين ايه? عندنا كده حبة شوكولاتات حبة نايتي حبة اه يعني باوريو اي انواع شوكولاتات عندك عايزة تزيني بها انا هزينها شوكولاتات مش فكهة. تمام? انا عندي الشوكولاتات دية اهي في البيت. انا ببقى حطها كده في كياس وجوه علبة ونحتفظ بها في الفريزر. تمام? هعمل ايه زي ما انتم شايفين كده هوت? انا اديت اه دية رشة من الجناش كده بالكيس نفس اللي انا نزلته على ايه? على الترطية من برا. وهبدأ اروسه زي ما انتم شايفين كده. دوت كده اول ايه? مسلس معايا هحطه. خلاص. عبيت اوريكم بس كده عشان ما ما تتفاجئوش بالتشكيل وتقولوا ايه ومش ايه. خلاص هبدأ اكمله الاول كله. وبعدين هرجع وريكم التانين هعملهم ازاي? بصوا بقى كده انا ايه? اه بعد ما كنت ناوي ان انا عحط مسلس من دولا نوتيلا زي ما قلتلكم. فا اقترح علي ان هم كده احسن عشان يبقوا لاتنين زي بعض. تمام كده? اه بصراحة مرضيوش برضو يحطوا اللي هي ايه? شوكولاتات من اللي هي الملونة دية. قالوا لا هي سيبها كده يا ماما شوكولاتات غمقة كلها في بعضها. فا اكتفينا بالتزيين دوت كده بصراحة حاجة بسيطة وسهلة. عملناها كده بايه? بديولا حبة شوكولاتة اللي كان عندنا. ودوت اللي هو الهوفوز اللي اشتروه الولاد من تحت طبعا وقطعناه بالشكل دوت بالسكينة. تمام? اه زي ما انتم شايفين حاجة بسيطة كده عملناها اهون بصوا ما شاء الله شايفين عملنا طرطوية. اه تخيلي بقى الطرطوية دي انت اجي بيها برا بكين? يعني اه مش عايزة مش عارفة اقولك التمن وبعد اقوله الاسعار ده كمان عملناها في البيت بسيطة وسهلة باقل التكاليف والسبونج اللي احنا عملناه برضو اسبونج ايه? خفيف مكلف. مش اللي هو ايه? دي السبونج وكمان فصل البيوت زي ما قلنا. حاجة سهلة وبسيطة تفرح بيها اولادك. في اي مناسبة عايزة تحب تعمليها تعملي حاجة بسيطة بالشكل اللي احنا عملناه. هتمنى ان الفيديو يعجبكو. هو ما كانش سهل ولا خفيف بصراحة. بس برضو في حاجات تعليمية كتيرة اتمنى انك انتي تكوني استفدتي منها ولو بواحد في المية. وتفتكنيني بالاستفادة بتاعتك دي. وكمان ما تنسينيش يا حبيبتي بعد كل التعب اللي احنا عملناه وشفناه مع بعض. فضلا وليس امرا لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله. واشوفكم على خير. واسيبكم في رعاية الله وحفظه وقولكم سلام عليكم.